اهلا بحضر لكم بعد الفاصل نبدأ نتكلم النهاردة على نجمينة نجمينة هو سعيدي جدع وعنده جلد وهو من عروس السعيد المينيا بمعنى صح ده هي شمال السعيد كمدافع قوي جدا 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 قرر ان ينجح في النادي الاهلي برغم المنافسة الشرسة جدا اللي كانت موجودة في ذلك الوقت في النادي الاهلي ولسه محتفل بعيد ميلاده ما اعرفش الـ 25 ولا الـ 30 حيذا كده هسيبه هو اللي هيكمل بدأ مشواره في المينيا قبل ما يحقق إنجازات كبيرة بعد كده انتقل للنادي الاهلي كان موسم 86-87 وفضل في صفوفه صفوف النادي الاهلي حتى اعتزل في موسم 92-93 هو على فكرة هو ملعبش فترات كتيرة جدا في النادي الاهلي بتاع 8 سنين بس حقق فيها إنجازات ما حصلتش خلال الفترة دي لعب نجمنا حوالي 110 مباراة بالفانيلا الحمرة عارفين الفانيلا الحمرة وفاز بـ 11 لقب خلال 7 سنوات مع النادي الاهلي فاز بالدور العام فاز مرتين وكأس أربع مرات وكأس الاتحاد مرة ودور الأبطال مرة والكلام ده كان سنة 87 وأبطال الكوس اللي هي كان الوقت بسموها الكوفيدرالية فاز فيها مرتين في 86 و93 والأفرسوية في 89 واعتزل قبل ما يكمل بطولة إفريقيا سنة 93 نجمنا شارك في 25 مباراة دولية كلام ده مع منتخبنا ويابش بس كده لا ده شارك في أربع نسخ لأمم أفريقية كان في أبيتجان 74 وفي مصر 86 وكان لها الحظ أنها لعبت معاه والمغرب 88 والجزاير 90 حقق لقب أمم أفريقية مع منتخب مصر وده عارز أقول إنجاز كبير جدا وقبل ما حقق الإنجازة كان ليه بصمة قوية جدا في 86 بعد الاعتزال أنا مش عاوز أحرق كلام أنا عاوز أخش على طول عشان نستضيف نجم لأنه عنده محطات كتيرة جدا بعد الاعتزال اتجه نجمنا للتدريب بسرعة وخد خطوات مهمة جدا داخل مصر وخارج مصر اشتغل في الخليج اشتغل في الدرجة التانية في مصر وفي نهاية 2004 هنا اتفتحت له ليلة القدر وتم اختياره في جهاز الإنقاذ لمنتخب مصر بعد كلكم فاكرين إن جهاز تردلي تولى المسؤولية الكابتن حسن شحاتة وخد الكابتن حمادة مساعد معاه طبعا الكابتن حمادة مع الكابتن حسن حقق بطولات ملهاش أول من آخر هو تولى من 2004 حد 2011 حقق ثلاث بطولات عارفين ثلاث بطولات اللي كنت بتكلم عليهم من شوية 2006 2008 2010 أحلى كورة تقدمت في منتخب مصر عاوز أقول في تاريخه ودي حقيقة واش هننكرها قدم أحلى ثلاث بطولات في دولة في إفريقيا فازت ثلاث بطولات متتالية وربعة ما حصلش في دولة استمرت بالأداء الجميل ده ما حصلش لعب في كاس القراط كسب إيطاليا واحد صفر وبعد كده لعب مع البرازيل وقدم مباراة وتزلمنا في التحكيم فيها حاجة يعني بعد كده تولى من جمينا بعد كده تدريب فرق كتيرة في الدوري زي سموحة وودي دجلة وإمبي وجونة والإنتاج الحربي إلى جانب تجربة كانت مستيرة جدا وكانت فيه الهلال السوداني ودي برضو هنتوقف عندها مع ضفنا إن فيه كلام بتقل فيها يعني أبرز إنجازاته كانت مع اسموحة لما احتل المركز التاني بالدوري العام واشترك ده كان موسم 2013-2014 آه وبعد كده وتأهل لنهائي كاس مصر وخصر من الزمالك أظن الكلام ده كله عرفتم من نجمنا هو عنده محطات كثيرة جدا هنتكلم عليها وهتسمعوا حاجات لأول مرة زي ما أنا بوعد حضراتكم محدش بيسمع كلام ده دارنا في خناة النادي الأهلي وبردمج المجرية تعالوا مع بعض نرحب بنجمنا نجم مصر ونجم المينيا ونجم النادي الأهلي